إذن في متابعة لهذه التطورات فيما يتعلق بسماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان بإيران وأيضا في العراق وأيضا في سوريا حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة جاروزالين بوست حدوث انفجارات متزامنة في أصفهان الإيرانية وبابل وبغداد في العراق والسويداء في سوريا وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي ثلاثة انفجارات في أصفهان بينما تداول إعلام عراقي الحديث عن تحليق مكثف للطيران فوق أجواء الموصل وأربيل وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غراج جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء وذكرت قناة العهد العراقية بأن دوي انفجار لم تعرف أسبابه حتى الآن سمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبية البلاد هذا ولم تؤكد وسائل العام الإسرائيلية طبيعة الأحداث وبالطبع مشاهدين سنكون مع تفاصيل أوفة وتحليلات لما يحدث الآن في العراق وإيران وسوريا بالطبع حول هذه الانفجارات وأيضا بانتظار بيانات رسمية لربما حول ما يحدث نهاية إرداء بمحافظة وإنهانات تكلمة وإنهانات تتكلم بإعمال جنوبية البلاد